يعني بهوائي شغلات ما أحد يقف فيها كان يمروا بوضع يعني هو كله اشتعبون وتحمل على أصابته واللعاب والحمد لله صار اللي صار وعد هذا أمر الله طبعا الحمد لله والشكر وقبل أن أسئلك عن وضعه مع المنتخب في المباريات الأخيرة شنو كان موقف النادي الدنيمار كوي والله ما اللي صارت عدة الأصابة صارت في المنتخب صارت تمزق تقريب فهي بالنادي هم صارت عدة الأصابة ليش كان درجة الحرارة كلش ضعيفة عندهم برد قوي كلش فالملعب ما لعدهم ثاني يوم لعبة الملعب ما لالتمرين مالتهم كان أرضيتها كلش مزينة وهو كان أكو يعني علم عنده تعرف في ذلك التلاعب فهي سبب الأرضية أكثر شي اللي كانت ما للنادي الأرضية صارت مضاعفات قوية صارت عدة طق عندنا الربات معلومات تقولون أن النادي بهذا الضرف يريد يجدد مع علي عدنا أكيد النادي وأكو أندي أهمية يعني بس هسا علاوي بمرحلة علاج يعني ما يقدر يقول لك أنا مثلا أتفقوا يا نادي إذا ما أكمل علاجي ما يقدر يتفقوا يا نادي يعني أقول عندي الحمد لله تريده ونفس النادي هو اللي هو أخير يعني أخير الشي اللعب وياه لعبه وحده الصوار نفسه هو همي أنا قال له إذا تكمل إن شاء الله نقدر نجدده وياه قالهم إسا بعد يعني الوقت هسا ما هذا بعدين أنا أقدر نردكم يعني حسب معلوماتك أكو أيضا عروض أخرى قتلي من أندية ثانية؟ والله أكو أندي يعني بالنسبة لعلي عدنان عنده عروض يعني كانته هواي عروض كبأخير فترة هواي عروض عنده علاوي